السلام عليكم ماذا هيكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قراءتنا جديد وحصرية على قناتنا لموليد برج العزراء برج العزراء صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام قد طرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر هنشوف ايه التقدم اللي عندك ايه التبشرات اللي عندك ايه التغيرات اللي عندك ايه الحاجات الحلوة اللي هيكون كلها تقدم وكلها خير قادم ليه كويل ايامك بإذن الله صليلي على الحبيب على قد ما تقدر وحاول ان انت الفترة دي تخلي بالك من نفسك لان في حبة عراقيل قدامك فانت عايز تبزل مجهود اكبر من كده علشان تعدي العقابات دي فنشوف دلوقتي ايه الكراءة بتاعتك وايه اللي مستخبيرك في حياتك ونقول بسم الله ونصلي على الحبيب ونشوف الكراءة بتاعتك اليومين دول انت عندك طاقة ايجابية الطاقة الايجابية دي متعلقة بشخص غايب عنك او شخص بعيد عنك انت عندك طاقة اشتياء عندك طاقة حب عندك طاقة حنان لم ماضي لإما الشخص بعيد عنك الله واعلم بس انت عندك طاقة ايجابية حلوة جدا بعد خمسة ايام هيبقى عندك خروج من محنة خروج من كلام سلبي مؤثر عليك في حاجات كتيرة جدا في نفس الوقت انت ناوي او بتفكر فاكتر من طريق يمكن انت عندك طريق خير او طريق ايجابي وشغال عليه تفكيرك 24 ساعة بتفكر في حاجات كتيرة جدا بقى لك مشغول بشخص بعيد عنك بشخص بينك وما بينه مسافة بشخص انت مشتقل بقى لك مدة الله واعلم رغم ان عندك عرقيل في الطريق اللي انت ماشي فيه بس انت ماشي ومكمل وبتقول انا هفضل ماشي ومكمل ومش هيفرق معايا اي حاجة بس هنا كمان بسم الله ماشاء الله عليك انت هتكون قادر ان انت تخرج الافعة من حياتك او من العلاقة السامة اللي في حياتك انت عندك خروج زي ما قلتلك من محنة او خروج الافعة اللي هي سودة في حياتك بومة اعدالك ومازالت موجودة البومة دي كل ما بتخرجها زي ما كانها وراها جيش تخرج بومة تخرج حية بترجع لك واحدة تانية اشد من اللي فاتت فانت مازالت البومة دي موجودة لك وبترقبك في سكوت بترقبك في دير مش عايزة دايما تبين ان هي بترقبك بس هي غيرانة منك وجوه قلبها حجد اتجاهك لدرجة ان انت هنا عندك كام حلم بتحلمه بيتردد معاك الاحلام دي فيها كوابيس وفيها ازعاج ليك انت هنا بص شاي للحمل وشاي للمسئولية وماشي على كتفك وساكت ماشي كده وساكت وبتقول يا رب احميني من عيون الناس الخبيثة عندك دعاء مستجاب او عندك طلعة حلوة جدا الاضواء عندك متسلطة عليك يعني هيكون عندك ازدهار بنفسك وسيقة حلوة اوي البعض منكم هنا شاكك في حاجات كتيرة جدا انت مشكلتكم الشك لما بتشقوا في حاجة دايما بتكون على شر روحانياتكم دايما عالية ودايما ثقاتكم بنفسكم بتطلعكم من اي شدة ومن اي وجع في حياتك اي نعم انت جواك وجع وجواك قصرة قلب ومازال الجرح بتاعك بينزل بس عندك خروج من المحنة اللي انت فيها عندك هنا شغل جديد او عندك لقاء في حد من الشغل او حاجة انت بتفكر فيها وتحصل الفترة اللي جاية الله اعلم طيب في حد عندك هنا الحد ده كبير في السن دايما بيجي عليك دايما كده حطك حاجة قدامه لا اما يأذيك لا اما يتكلم عليك لا اما يديك طاقة سلبية بس انت عندك حماس الايام دي وشجاعة وقوة وما بتيقس ابدا مهما يقولولك او مهما يحصل انت ما عندكش يأس خالص الفترة دي بقالك فترة عندك قلم في ظهرك عندك قولون عصبي بسبب الضغوط اللي انت عمال تضغط على نفسك فيها عندك حد هنا تعبان الحد ده ممكن يكون ناوي يعمل عملية او ناوي هاجل من المكان اللي هو فيه الله اعلم رغم ان الاضواق عندك متسلطة وعندك طاقة ايجابية بس انت عندك شوية حاجات بتفكر فيهم تلقائي بتحولك من الطاقة الايجابية لطاقة سلبية ومش عجبك الكلام ولا عجبك اللي انت بيحصل معاك ده انت هنا واقف وحيران حيران في قرار عايز تاخده بس بتقول كل حاجة لها وقتها والحيرة دي ضغوط لك انت اطلع من الحيرة واطلع من الاضواق اللي هي متسلطة عليك فيه استقاط السلبية وركز على الامور اللي انت محتاجها كمان البعض منكم شغال على ورق شغال على حاجة معينة او عمل مكالمة ومستني اللقاء الله أعلم مستنيين حاجة معينة الفترة دي كمان انتو فيه عندكم اكتر من شخص او من اكتر حد في حياتكم خلاص قررتوا ان انتو بتتعملوش مع الشخص ده قررتوا ان انتو تبعيدوا عنه قررتوا ان انتو يعني تتعاملوا معاه بحظر لو حابين تتعاملوا عندكم قعدة حلوة ولقاء حلو القعدة دي هتكونوا مستمتعين جدا هتكونوا مبسوطين جدا هتعملوا اكتر من حاجة انتو بتحبوها وهيبقى عندكم كام يوم الفترة اللي جاية دي هتكونوا مميزين وهتصحوه بالطاقة الايجابية علشان انتو قررتوا ترمو الطاقة السلبية وراء ضهركم الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك الفترة دي انت متشكش خالص انه معمولك سحر ولا معمولك اي حاجة انت بس الاضواء عندك مثل اغبطة بسبب الطاقات التفكير وانا ديني بقولها لك تاني انت الفترة دي ما عندكش اي سحر ولا عندك اي حاجة بس انت عندك وقف حال وده بسبب العين الشديدة اللي عليك ما تقلقش خالص وما تمشيش ورا الاوهام اللي ببالك الفترة دي انت هتكون فترة هتسترخ شوية هتحاول تاخد راحة هتحاول ان انت تجدد من نفسك وفي نفس الوقت انا مش عايزك تحرم نفسك من اي حاجة انت بتحبها اطلع واعمل اي حاجة تديك طاقة ايجابية انت مجرد ما بتخرج من البيت بيكون عندك كده دفعا نفسك وعندك حاجة كارزنة عالية وامور حلوة بتجددها بترجع البيت فيه شوية حزن وفيه شوية زعل الدموع على خدك وده بسبب كسرة قلبك اللي حصلت من فترة او بسبب ان انت تتاكل حقك عندك تعويض من عند ربنا والتعويض ده هيكون حلو قوي ليك وهيبقى عندك كده امور انت هتجددها بنفسك وهيبقى فيه كذا حاجة خلاص هتطلع منها مهما تكون او مهما خلاص انت جبت اخرك من اشخاص في حياتك الطاقة بتاعتك بتتجدد دايما الشخص وزي ما قلتلك الشخص اللي بيجي عليك ده وعمال يأذي فيك ان شاء الله بإذن الله قريب هيحس قد ايه ان انت شخص ما تتعوضش في حياة وانت بالفعل لما تدخل في حياة حد بتكون عبارة عن فرصة لو خسرك يبقى هو ما يستهلكش انت دايما كرمتك او انتوا دايما كرمتكم رقم واحد في حياتكم كرمتكم محدش بيجي عليها في هنا شغل او في حاجة بخصوص المال انت بتفكر فيها هيبقى عندك طاقة ايجابية بخصوص المال علشان فيه مبلغ من المال جاي لك او انت مكلم حد على مبلغ من المال او مستنى حد من بره يجيب لك حد مبلغ من المال الله اعلم المبلغ من المال ده انت ممكن تسدي به ديون عليك او ممكن تعمل حاجة اي نعم انت بتفكر ان انت تطلع حاجة لله الفترة دي او تساعد حد مسكين بس انت اللي معاك على قدك ولو معاك فلوسك متبخرة طول الوقت مفيش مبلغ قاعد معاك دايما بالك مشغول بالمستقبل دايما بالك مشغول باللي هيحصل بعد كده محدش يعلم الغيب الا الله انت بس ادي نفسك طاقة ايجابية وابعد عن الرموز السلبية او من اي مشاكل عندك في حياتك في بعض الابراغ عندك موجودين ومزالك موجودين بيرقبوك او بيحكدو عليك طيب انت الفترة دي ناوي تغير حاجة في بيتك او ناوي تغير حاجة في شكل شكلكم انتو البعض منكم عايز يغير شغل البعض منكم عايز يغير تليفون البعض منكم عايز يجدد حاجة في ارض بيته الله اعلم انتو عندكم تجديد حلوة جدا وهيديكم طاقة ايجابية ما شاء الله عليكم نجمكم عالية ومعنى ان النجم بتاعكم عالية معنى انه هيلمع الفترة اللي جاية وهتكونوا صحاب قرارات او صحاب منصب حلو الطاقة الايجابية باسم الله ما شاء الله عليكم مفتوحة فما تضيعهاش في طاقات سلبية عندك واحدة الست دي مقربة لاما مرات اخ لاما مرات خال لاما مرات عم الست دي بتحب النميمة كتير بتحب تنم هي مرهاش حاجة غير ان هي تنم عالناس هو ده من طبعها فانتو الفترة اللي جاية مش هتحصل معنا مشكلة بس انتو هتعودوا معاها وهتقولولها اللي انتو قلتيه ده غلط وهيبقى فيه شد بينكم احتمال ان انتو متمش تكلموش بعض بس هتاخدوا منها جنب كده لوحدكم وهتقولولها خلاص مجرد ما انت بتتكلمي علينا احنا نعود نهاش هنتعامل معاك تاني علشان انت انسانة بتحب النميمة على البشر الكلام ده هيتقال بينكم وهيتدخل طرف من الحد من الاشخاص وهيحاول ان هو يلطف الموضوع بقدر المستطاع بس انتو هتكونوا خلاص خدتوا قرار انتو اللي بغلط معاكم غلطة الفترة دي بتمحو او بتمشو او بتختفو او بتبعدو بمعنى الصح علشان خاطر انتو مهوسين اللي انتو فيه من الزعل من الامور اللي عندكم عندها كمان ستة كبيرة الستة الكبيرة دي حلوة شكلها جميل وشها مقبول هي كبيرة في السن بس دايما بتدعلكم بالخير ودايما عايزة راحتكم بقدر المستطاع الستة دي ما شاء الله عليها انتو حياتكم متعلقة بيها او بتحبوها قوي وخايفين في يوم من الايام تخسروها الاعمار بياد الله طبعا بس باذن الله ربنا هيبطيها الصحة وهيشفهالك لو هي بتعاني من خشونة في المعدة او من واجع في رجليها فيه كمان الفترة اللي جاية دي انتو هتكونوا متعلقين بطفل الطفل ده مش هقولكم ان هو هيتعب بس هو محسود محسود دايما معرض للحسد فدايما حصنوه او ابعدوه عن العين البشعة اللي من الجران عندكم او من الناس اللي بتشوفوا بتشوفوا الاطفال دي اللي تخصوكم اعلى طول ولازم تركزوا فادق التفاصيل عندكم الفترة اللي جاية ليه علشان تخرجوا من المحل اللي انتو فيها عندكم حرف الالف حرف الام مازال موجود حرف الام بينكم علاقة بينكم ارتباط بينكم حاجة معينة بينكم بين حرف الام حرف الايه ده هيبقى فيه شغل وهيبقى فيه اتصالات او هيبقى فيه لقاءات عندكم انتو مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع عندكم طاقة انتظار رهيبة او عندكم طاقة معينة حطينها ببالكم وشغلين عليها بكل الطرق مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة وكررت ان انتو تبعدوا عنه وكررت ان انتو تخلصوا من الطريق ده علشان خاطر حسين ان انتو مأزيين منه الدعاء اللي انت عمالت تدعي ربنا علشانه باذن الله هيتحقق في وقت مناسب علشان تحس بانتو طيب فيه موضوع عندكم حصل من فترة وتقفل هيرجع يتفتح تاني في قعدة وهتكونوا قاعدين انتو ان انتو دموكم حامي ما بتردوش على الغلط او ما بتحبوش الغلط ولو حصلت حاجة الفترة دي انتو هتكونوا قدها وقدود ان انتو تتكلموا وتعفروا مين اللي عنده علاقة تانية او حد عندكم متعدد العلاقات حد عندكم في علاقة سامة او حد عنده اكتر من العلاقة حد انتو زعلانين قوي ان هو شخصيته كده دايما نقول ان انتو كل ما تطلعوا من المشكلة بتدخلوا نفسكم في مشكلة تانية رغم ان انتو طيبين جدا وقلبكم ابيض وطيبة قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل العصبية بتاعتكم ازاي دا بتخسركم حاجات كتيرة جدا فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي حاول ان انتو تستحلوا بالصبر وبالهدوء انتو معروفين ان انتو عصبيين بطريقة رهيبة وممكن تضيعوا حقكم في قعدة او في مكان بسبب العصبية بتاعتكم فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتو متأكدين ان طريقكم خير لازم تبعدوا عن اي حد ممكن يحكد عليكم او من اي صحوبية فشلة فيها طاقة سلبية عندكم اتنين صحاب الاثنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير على الناس الطاقة السلبية وانتو حذرتوهم اكتب من مرة من الطريقة الخطأ اللي هم ماشيين فيه وانتو قررتوا ان انتو خلاص ما تتعاملوش بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها انتو ما بتعرفوش تردوا الازى بالازى بس الفترة اللي جاية دي خلاص ما بيتوش طيقين اي حد ولا عايزين تكلموا مع اي حد وعلشان كده الفترة دي هتكون من اكتر الفترات لكم هتكونوا سكتين في صمت وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف هتبقوا سكتين خالص كده وهتبقوا ايه هتستحلوا الصمت شوية وهتشوفوا ردة فعل الاشخاص اللي قدامكم عبارة عن ايه او هتكون ايه الطاقة بتاعتكم هنا هيكون فيها حد كده هيدخل جديد الحد الجديد ده هيدعمك على جميع الاصعب انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقول لكم فيها نفور هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين بس دايما نقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة يعني دايما ابعدوا اركنوا الاطفال على جنب ما تحطوش الاطفال مركز قصدكم ان انتو تكملوا ان انتو ما تكملوش والكلام ده خالص عندكم كمان هنا بالنسبة للعزاب العزاب انتو عندكم طاقة ايجابية بس عندكم الشك رهيب جدا الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين بس تربطوا الاحداث ببعدها واتطلعوا انه الشريك فعلا على حق مشكلتكم ان انتو روحانياتكم عالية والحاجة اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقة وعشان كده بتخافقوا جدا عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم ما بتبقوش فاهمين وانتو عايزين ايه انتو ملكمش غير حد بس حد بتحبوا ترتاحوا بتحبوا تتكلموا معاها بتحسوا ان انتو مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معاها او بمعنى صحي بيديكم طاقة ايجابية بيديكم دفع القدام وعشان كده دايما اي حاجة بتجروا تحكيولوا من غير حتى ما تفكروا او ترددوا اذا كانت غلط او اذا كانت صح بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصية دي كمان انتو الفترة اللي جاية دي هتعودوا مع حد كده الحد ده فعلا هيكون شبهكم قوي وهتكونوا مبسطين او هيكون صديق مقرب لكم انتو ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور عندكم تحويل من صداقة الحب او العكس هيبقى في امور كده هتستجد عندكم وخلوا بالكم ان انتو الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم البعض منكم هيخلص ورق شهادة ورق دراسة البعض منكم داخل على امتحانات داخل على ورق هيشتغل فيه هداخل على امور هتجدد منها انتو عندكم كذا حاجة بس دايما نقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم وبلاش ان انتو تدوا نفسكم طاقة سلبية الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم بتخلي افكاركم كده مش مترتبة وعندكم ضغوط انتو مش فاهمين في ايه او ايه اللي بيحصل في شخص عندكم كنتو فاكرين ان هو بيحبكم قوي ودايما كنتو بتقولوا الشخص ده دايما هيكون غير اي حد في حياتنا او الشخص ده هيكون هو رقم واحد في الحياة انتو اتقاذيتوا من الشخص ده بسبب طرف تالت كان بيتدخل عاكم او كنتو انتو بتحقولو او هو كان بيحكي فالمهم انه هنا حالتكم يعني تغيرت مية وتمانين درجة انتو كنتو داخلين في العلاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا في الاخر كل الامور ده اتقلبت ضدكم اتقلبت ضدكم ليه علشان حسيتوا ان انتو في خانة علامة استفهام او في دايرة والباب تقفل عليكم بتحاولوا تهربوا بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم بس القلب مازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم ممكن كمان يكون انتو الفترة دي رغم ان انتو هادين وما بيتوش تتكلموا عن حاجة بس في مواضيع هتتفتح بتاعة ورث بتاعة اهل او بينك وما بين اهل بينك وما بين اخوات الله اعلم في كلام هيتفتح بينه وما بين العلا وهتحاولوا ان انتو تتكلموا عن حقك او انت تتكلموا عن حقكم اه ومش هتلاقوا قد نافع وعشان كده ممكن تبقى فيه شغل محكام عندكم علشان تاخدوا حقكم انتو بتقولوا ان يعني انتو رما هتكونوا في المواجهة دي او في القاعدة دي هتقولوا انتو ما بتخافوش اه حسبنا الله هو نعمل وكيل فيكم بالفعل انتو الايام دي عما ينتي تحسبنوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلمكم والشخص اللي خاد مالكم واختفى فجأة من حياتكم او خاد مالكم وحصل بلوك بينكم او بمعنى اصح كان فيه بينكم رابط قوي اه وفجأة اختفى او فجأة اختفت انتو مازالت موجوعين ليه علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم بتدوا بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها وده اكبر غلط انتو بتعملوه الفترة دي او بتمروا بيه لازم ان انتو ما تدوش حد اكبر من حجمه وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتأدير ويحس قدي انتو كنتو حاجة عبارة عن فرصة مستحيل تتعود بالنسبة لاي حد تاني وزي ما قلتلكم حالتكم النفسية باذن الله هتتحسن ومن هتبقى العكس تماما يعني لو انتو حالتكم سيئة دلوقتي حالتكم الفترة اللي جاها هيبقى فيها تحسن وهيبقى فيها تغيرات ايجابية انتو شغالين وابتدعموا نفسكم بنفسكم بس بلاش العزلة اللي انتو فيها حاليا وبلاش التقاط اللي انتو شغالين فيها في السلبيات اه كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بعيدش يرد على حد اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم ولا عايز حتى يرد ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجاه اللي في حياته ليه علشان بتقولوا ان احنا اتخذنا واتعلنا فما عدناش نفعي البعض منكم كمان بيسأل بيقول يا هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب العكس تماما انتو اللي بتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقة سلبية مع اشخاص خطر فدايما دايما نقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم احسنوا الاختيار في ارتباطاتكم عندك هنا ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي الشريك ممكن يكون بارد في المعاملة معاك بارد ان هو يعبرلك انت ممكن انتو ما بتحبوش البرود اصلا ولا بتحبو الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش لطيفة فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتو فيها ومهما بتتكلموا مهما تقولوا ما فيه استمعان كلام خالص وعشان كده انتو عندكم وجع في الجسم بيظهر غير طبيعي شوية وجع شوية اوجع صدع مستمر ودايما اقول ان الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم ما فيش فلوس بتعود والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس وعلشان كده دايما بتقولولي احنا الحاجات الحلوة ما بتحصلناش وبتحصل لنا الطاقات السلبية طب ليه ما سألتوش نفسكم علشان خاطر انتو متقلقين انتو دايما جمال جدا في عيون اللي حواليكم والناس اللي بتاخد عنكم فكرة ان انتو شيك ان انتو حلوين ان انتو مش عارفة ايه مهما بيحصل العكس هم هم بيحسدوكم حتى في خيالهم يعني انتو اللقمة اللي بتنزل معددكم محسودين عليها حتى ما يعرفوش هم ان انتو جايبين اللقمة دي منين او عاملين الموضوع ده منين او ايه اللي حصل معاكم بس هم حسدينكم ليه علشان شافوكم مرة حلوين شافوكم مرة بتلبسوا احسن لبس احسن حاجة مستوى نضيف شافوكم مرة عايشين في حياتكم العاطفية كويسة فبالتالي الحسد اشتغل على النقطة دي وخلوا بالكم العين بتكره تشوف اللي احسن منها وعشان كده الحجد والغل بييجوا من الناس اللي هي مقربين لكم هم اللي حارفينكم وانتو من الاشخاص اللي دايما بتحبوا تظهروا ان انتو رقم واحد ان انتو دايما متقلقين رغم ان انتو متوضعين جدا ومش متكبرين اللي يعرفكم من بره او من بعيد يقول عليكم ان انتو شايفين نفسكم بس اللي قرب منكم بيقول عليكم العبس تماما شخصيتكم قوية جدا ما بتحبوش النفاق ولا الكذب ودايما ماشيين بسكة ان انتو دغري او بسكة لا اما انت وحش لا اما انت حلو ما بعرفش هكون بوشين او ما بنعرفش المعنى اصح تكونوا بوشين ليه علشان دايما عندكم عدالة في حياتكم سحر التفريق اللي هتعملكم الفترة اللي فاتت وحفظ المشاكل بينكم وبين الشريك وكررتوا ان انتو تنفصلوا عنه او تبعدوا ده بالطاقة السلبية اللي انتو بتمروا بيها او بالضغوط اللي انتو كنتم مسلمينها لافقارك حتى لو انتو وعدتوا مع نفسكم شوية هتحسوا ان انتو عملتو ده غلط ليه علشان انتو كنتم مسلمين لافقاركم والوسواس القهري بتاعكم اللي كان دايماً بيدكم الطاقات اللي انتو كنتم بتمروا بيها فانتوا خلوا بالكم كويس جدا من الحاجة اللي فئتكم وبلاش طول الوقت تفضلوا تضيعوا فرص فيه كمان طاقة ندم طاقة الندم دي مازالت مفتوحة على حد حد بعلاقتكم انتهى أو على حاجة معينة في بالكم الله أعلم فيه موضوع ندم أو طاقة ندم عندكم بتجيلكم من فترة للتانية على حاجة حصلت في حياتكم الفترة دي فخلوا بالكم من نفسكم واهتموا بصحتكم تساقط الشعر والهالات السوداء والدبلان اللي بيجيلكم من غير أي سبب ياريت تهتموا بصحتكم وتحطوا صحتكم رقم واحد ومن بعدها أي حاجة تانية أتمنى الكراءة تكون عجبتكم ونشوف مع بعض الرسالة ولعل يكون عندك خير وأخبار حلوة هنختار الورقة دي ونشوف رسالتك بتقولنا إيه اللهم سلي وسلم على سيدنا محمد طيب الرسالة بتاعتك بتقولك لا تتسرع فستنول بعد صبر كل ما كنت تريد وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله طيب نقول الرسالة تاني لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريد سيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله الله أعلم إيه الأمنية اللي أنت حطتها ببالك بس الرسالة بتاعتك قوية الرسالة بتاعتك جميلة وكلها طاقة إيجابية أتمنى لك كل ما هو جميل وإن شاء الله بإذن الله تكون كراءتنا النهاردة كانت خفيفة على قلبك وتكون جميلة وصليلي على الحبيب ويدعم الفيديو بتاعك باللايك وبالتعليق الحلو وركز معي في توقعاتك الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة